الدنيا مقلوبة على عمر الدياب بعد صفعه احد المعجبين بس اللي حضراتكم ما تعرفوش ان الموضوع مش جديد خالص وحصل من نجوم كبار زي عمر الشريف اللي صفع قبل كده احد المعجبات في عز مجدو بس صفعة الهضبة بقى مختلفة وعشان كده تعرض لهجوم المتابعين على السوشيال ميديا وانقسم الجمهور لفريقين الاول بيهاجم عمر الدياب بسبب اللي عمله مع المعجب والفريق التاني كان بيدافع عن الهضبة وخصوصا بعد ظهور فيديو جديد من زاوية تانية بتأكد ان المعجب شد عمر الدياب من بدلته ومسكه بطريقة تداية تعالوا نعرف سوى مواقف خرق فيها عمر الدياب عن استيطرة وتعرض لهجوم المتابعين وانعرض لكم فيديو جديد اتسبب في انفعال عمر تابعونا للنهاية محدش يقدر يشكك في تاريخ الهضبة عمر الدياب لانه مش مجرد مطرب كبير وكلنا بنحبه فهو تاريخ كبير في عالم الغناء وقدر يحافظ على القمة لمدة 40 سنة ورغم شعبية عمر الدياب الكبيرة دي الا ان تجاوزاته زادت عن الحد وخلت كتير من المتابعين يهاجموه عمر الدياب كان موجود في حفل الزفاف ابنة المنتج محمد استعد واثناء غناءه قرب منه احد المعجبين وهو اسمه سعده اسامة من محافظة الاكسر وحاول ياخد صورة سيلفي بس رد فعل الهضبة كان مش متوقع لانه صفعه بالقلم بشكل ادهش كل الموجودين وتعرض عمر لهجوم المتابعين على السوشيال ميديا بس في نفس الوقت خرج ناس تانية وعرضوا نفس الفيديو بس من زاوية تانية كشفت كل حاجة المعجب شد عمر الدياب من بدلته بطريقة غريبة ومسكه من وسطه بشكل خرج عمر عن شعوره وبعدها صفعه بالقلم بالشكل اللي قدام حضراتكم ده يمكن عمر غلطان لانه مقدرش يسيطر على غضبه وانفعاله بس في نفس الوقت المعجب غلطان جدا بسبب سلوكه مع الهضبة وهو بيغني على المسرح عمر اجاب ليه مواقف وازمات في الفترة الاخيرة زي الموقف الاخير ده وبنفس الطريقة كان موجود عمر في حفل زفاف الفنانة ريم سامي اخت المخرج محمد سامي وكان بيغني على المسرح واسناء غناءه كان موجود على المسرح احد مهندس الصوت اللي حرك احد السماعات وده دايق عمر اللي رحله وكلمه بطريقة غير لائقة وضربوا على ظهره بشكل مهين وبعدها طردوا من حفل الزفاف قدام كل الحضور ونيجي بقى لموقف من المواقف اللي عرضته لهجوم المتابعين لما كان عمر موجود في احد الحفلات في دار الاوبرا المصرية في فبراير 2024 وبعد ما خلص اتوجه بسرعة نحية باب الخروج وقرب منه كم معجب علشان يتصوروا معاه فزعق بصوت عالي وقال يا عمر حمونة الحيوان بتاعنا فين؟ السواق بتاعنا فين؟ وكل المتابعين هجموا عمر دياب وطلبوا منه اعتذار رسمي للسائق الخاص بس عمر لا اعتذر ولا حتى رد على الهجوم وتكرر موقف جديد برضو في حفل زفاف عبد الرحمن ابن الفنان محمد فؤاد في ابريل 2024 لما عمر كان رايح للتواليت وقابله احد المعجبين وطلب يتصور معاه فكلمه عمر بعصبية كبيرة وقال له انت هتخش وراي الحمام انتهب الياد انت ومن المواقف الغريبة برضو لما صعد احد المعجبين علشان يتصور معاه وتدخل الحارس الشخصي للهضب علشان يبعد المعجب عن المسرح بس عمر دياب ضرب الحارس قدام الموجودين وبعدها سمح للمعجب بالتصوير معاه الموقف السادس كان في مايو 2023 لما احتفل الفنان حميد الشاعري بزفاف بنته بحضور العديد من نجوم الفن في احد الفنادق الكبرى واحيا الهضب حفل الزفاف وبعد انتهاءه من الغناء حرس عدد من المعجبين على انتقاط صور تسكرية معاه الا انه دفع احد المعجبين بقوة وقال احد المتوجدين ده بيضرب نياجد عنه الموقف السابع والاخير كان مع دينا الشربيني زوجته السادقة اللي حضرت احد المناسبات في السحل الشمالي وحصل خلاف كبير بينها وبين الهضبة لانها شغلت اغاني المهرجانات بصوت عالي جدا ازعاج الهضبة عمر اتعصب وانفعل عليها والموضوع اتطور لانه استدعى امن المنتجع السياحي مواقف عمر الدياب الاخيرة غريبة وما تعودناش عليها قبل كده وخصوصا جمهوره اللي بيحبه لانها كلها تجاوزات وما بتحصلش مع مطربين تنين مايقلوش جماهرية عن الهضبة اكتبونا في التعليقات رأيكم ايه في تصرفات عمر الدياب وهل هو عنده حق في كل المواقف دي